موسيقى موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين سلام ونعمة الرب يسوع معكم أعزائي مشاهدي متابعي برنامج أبناء الرافدين وحلقة جديدة من برنامج أبناء الرافدين حلقتنا اليوم بعنوان أنا الرب شافيك مكتوب أنا الرب شافيك في خروج 15 عدد 26 الله هو الشافي في الجسد والروح الله هو يحفظ جسدنا من كل الأمراض ويشفيها وفي الروح هو الذي يخفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم المسيح هو الشافي هو ليس فقط الشافي من الأمراض هو شافي الجسد أيضا من كل تعب ومن كل حزن ومن كل ألم وكل جراح هو شافي الروح من كل الخطايا ومن كل آثام وهو يخفر الخطايا لنا ويطهرنا يشفي الجسد والروح ويطهرنا من كل خطيئة وإثم في حياتنا ويعطينا حياة أبدية ويغير ما في دواخلنا حيث يشفينا من كل حقد ومن كل شر ويحمينا ويرعانا ويبعد أي شر عنه هذا هو الإله الحقيقي دعونا نسمع إلى اختبار أحد خواتنا من المؤمنات في المسيح وهي من خلفية مسلمة وآمنت بالمسيح وهي الآن عضو في جسد المسيح تشهد عن عمل الرب كما كانت دبورة في العهد القديم تخدم الرب وتشهد عنه وتتنبأ وكما كانت فيبي تخدم في العهد الجديد أختنا المباركة اسمها ضحى بطلة في الإيمان تشهد بكل جرأة وقوة بعد ما تعامل الرب في حياتها هي وآلتها هي مثل إكلا وبرسكلا حيث أيضا زوجها يخدم الرب كما هو مكتوب في أعمال الرسل أنهما آئلة مع بعض يخدمون الرب ربي باركك أختنا ضحى اتفضلي اتكلمي عن اختبارك سلام المسيح قس بشار وسلام المسيح إلى كل مشاهدي قناة الحياة ومتابعي برنامج أبناء الرافدين أنا ضحى من العراق وعيش الآن في أوروبا مسلمة في السابق وأنا الآن في جسد المسيح اختباري كان مع زوجي لديه كثير من الأصدقاء المسيح وكان يذهب إلى الكنيسة ويطلع على الكتاب المقدس وبعد الإطلاع على الكتاب المقدس اقتنع اقتناع تام وكان دائما يكلمني عن المسيح وكنت رافض الفكرة ولست مقتنعة لكوني أنا مسلمة رافض الفكرة تماما وعندما كان ابني مريض كنت أقرأ له آيات من القرآن لكي يشفي وكنت أحتقد وأؤمن وإذا مرض فهو يشفيني لكن مجرد خدعة للأسف فقال لي زوجي دعينا أنا وأنتي نصلي باسم الرب يسوع المسيح جربي وأطلبي شفاء ابننا وافقت أن أصلي معه لكن أيضا كنت مترددة وطلبت من يسوع المسيح وقلت أريد أن تشافي ابني وعندما انتهينا لاحظت أن الحرارة انخفضت ففرحت كثيرا وشكرت الرب وقلت أريد برهان حتى لا أبقى في شك بيني وبين نفسي أم أبقى أنا في الإسلام الذي لم أجد ولم ألتمس منه أي إجابة أم أكون في جسد المسيح فأتاني إنسان في منامي وقلت من أنت قال أنا الذي طلبتي منه شفاء ابنك وأنا المخلص ففرحت كثيرا لأني وجدت البرهان عندما طلبته فقررت من هذه اللحظة أن أكون في جسد المسيح ومؤمنه وعندما قبلت المسيح تغيرت أشياء كثيرة في حياتي والتصرفات عائلتي لأن المسيح محبة وسلام وفرح وفي إنجيل يوحن لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلب كل من آمن به بل تكون له الحياة الأبدية وعند قبولي الرب يسوع المسيح واجهت كثير من الاضطهادات وخسرت كثيرا من الناس من أهلي وأصدقائي المقربين وأقربائي لكن الرب يسوع المسيح قال في إنجيل يوحن إن كان العالم يبغضكم فاعلموا إنه قد أبغضني قبلكم ولو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا أخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم وأنا اليوم أدعو جميع الناس والمسلمين لقراءة الكتاب المقدس والاطلاع عليه وأشجع جميع الأخوة والأخوات الذين قبلوا المسيح على حياتهم أن يقبلوا أن يلقوا شهادتهم أمام الناس ليعرف الجميع إن الرب يسوع المسيح هو الحق وأطلب الآن الصلاة إلى أهلي وأصدقائي حتى يروا الحق وكلمة الحق في المسيح ويروا البراهين والمعجزات الذي قام بها آمين نشكرك أختنا المباركة ضحى على اختبارك الرب يباركك وتباركنا كلتنا مع بعض وبعد ما سمعنا اختبار أختنا ضحى وتباركنا خلونا نتشارك في كلمة الرب من أعمال الرسل أصحاح 2 وعدد 17 إلى عدد 21 يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر فيدنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلام وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي وفي تلك الأيام فيتنبؤون وأعطي عجاء في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل دما ونارا وبخار دخانا تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجي يوم الرب العظيم الشهير ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص نرى من هنا أن كل من يدعو باسم الرب سيخلص لقد تكلم رب المجد أن كل سيؤمن به وأنهم سيتنبؤون البنون والبنات ويروا الشباب رؤى ويحلم الشيوخ والذين يدعون أنفسهم عبيد والإماء أيضا يسكب الرب من روحه في تلك الأيام على كل ذي بشر فيتنبأ الكل ويؤمن الكل بالمسيح الكل يأتي إلى المسيح الكل يشهد عن المسيح الكل يقبل المسيح هناك أعداد هائلة من المسلمين الذين يقبلون المسيح ويؤمنون به رب ومخلص ويشهدون عن المسيح حيث قد تقابلوا شخصيا مع المسيح وأنا أفتخر في المسيح الذي فيكم يا أخواني من الخلفيات الأخرى من الأطوائف الأخرى من الأديان الأخرى الذين جاءوا إلى المسيح فقد أحييتم غيرة المسيح التي فينا وأصلي من أجلكم الرب يبارككم ويستخدمكم وأطلب من كل قسيس وخادم أن يكون أمين على كل مؤمنين الرب الموجودين في الكنيسة من كل الخلفيات والطوائف الأخرى حيث أنهم جوهرت المسيح ويجب أن نحافظ عليها مكتوب في رسالة بولوس الرسول إلى أهل فيليبي إصحاح 2 وعدد 10 لكي تستو باسم يسوع كل ركبة من من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض الكل يسجد باسم يسوع المسيح الكل سيركع لاسم يسوع المسيح كل ركبة في السماء وكل من على الأرض وأيضا ما تحت الأرض آمين دعونا نصلي إلى الرب ونقول له يا رب يسوع أشكرك على كلمتك وبركتك أشكرك على محبتك أشكرك لأنك الإله المستحق الشكر وأطلب منك يا رب مثل ما صلة أختي ضحى افتح عيون أهنة في الشرق الأوسط وفي العراق من أهنة من أخواننا وأصدقائنا من المسلمين غير قلوبهم يا رب وأفكارهم من كل شر ومن القتل والدمار وأصلي من أجل أختي ضحى ومن أجل كل من مثل أختي ضحى كل أخواتنا في المسيح أن تحميهم وتباركهم وتبعد إيدي الشر عنهم وتزيدهم نعمة وبركة باسم يسوع المسيح آمين عزيزي المشاهد ندعوك إلى المسيح تعال إلى المسيح نطلب منك أن تأتي إلى المسيح صلي هاي الصلاة وقول معي يا رب يسوع إذا كنت أنت المسيح الإله الحقيقي الذي يتكلم عننا المسيحيين أظهر ذاتك لي وإذا كنت مريض أطلب الشفاء مثل ما قامت أختنا ضحى صلت من أجل ابنها وإذا كنت حزين أطلب الفرح لأن إله الفرح وإذا كنت محتاج أطلب المعونة من المسيح لأنه هو المعين آمين سلام المسيح معكم أعزائي مشاهدي برنامج أبناء الرافدين ومحبة الله الآب تكون فيكم ونعمة المسيح تكون عليكم وأرشاد الروح القدس في حياتكم آمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر